سلام عليكم يسعد أدواتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد مستمرين معاكم رفع الأخبار والفيديوهات على القناة رفع أخبار منتخبنا السوري واللاعبين السوريين رفع أخبار ونتائج دوريات الخمس الكبرى مع عودة المباريات لمعظم البطولات نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله بداية بهذا الفيديو بدن نذكر تصنيف جديد لمنتخبنا السوري الصادر عن الفيفا لهذا الشهر بدن نذكر أخبار لاعبين السوريين تدريبات المكسفة للنجم عمر السومة عودة النجم وسامة أمري من الإصابة وأخبار لاعب محمد عثمان ومحمود المواس فأنا أتمنى من جميع المتابعين دائما متابعة هذا الفيديو للأخير شاركونا رأيكم أسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات وعند تنويه بسيط بكل الفيديوهات عم نعاني من عدم مصول الإشعارات لجميع المتابعين في عنا كثير تعليقات من المتابعين ما تصل إلى الإشعارات على الفيديوهات التي نرفعها نحن على القناة فنحن قمنا بإنشاء عدة قروبات عبر تطبيق الواتس أب فأنا أتمنى من جميع المتابعين انضمام لهذه القروبات حتى توصل إلى آخر الأخبار وروابط الفيديوهات التي نرفعها فقط بكم المشرف في إرسال روابط والأخبار على هذه القروبات حتى لا يصير في عنا إنزعاجات لجميع المتابعين وشكرا لكم أهلا وسهلا فيكم من جديد بداية عم نشاهد وعم نتابع تدريبات المستمرة للعقيد عمر السومة استعدادا لإستئناف دور السعودي للمحترفين طبعا كان في عنا أخبار كثير جيدة ومفرحة لجميع جماهير الكرة السعودي وجماهير المحبة لللاعب عمر السومة واللاعب عمر خريبين للجهاد الإحسين والجميع المحترفين العرب بالدور السعودي للمحترفين هي رسميا إعلان مواعيد استئناف دور السعودي للمحترفين وانتراق الموسم الجديد حددت رابط الدور السعودي للمحترفين مواعيد استئناف وختام منافسات الموسم الرياضي موسم 2019-2020 وكذلك موعد انطلاقة الموسم الجديد 2020-2021 وفقا لبيان الرابط الصادر يوم الخميس ويستئنف دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثة الرابع من آم المقبل على أن يختتم في 9 من أيلول القادم كما كشفت الرابطة أن الموسم الجديد سينطلق في 16 من أكتوبر أي تشرين القادم وأخيرا سنشاهد ونتابع العقيد عمر السومة بقميس نادي الأهلي واللاعب الأنيق عمر خريبين بقميس نادي الهلال والما يصر الفنان جهاد الإحسين مع فريق الرائد إن شاء الله كل التوفي لجميع المحترفين بالدور السعودي وجميع الدوريات والخبر الثاني عنه بهذا الفيديو متما كلياتنا بنعرف العقيد عمر السومة عم يدفع مستحقات لاعبي فريق الفتوى وقال نادي الفتوى وصرح عبر بيان رسمي عبر صفحته الرسمية عن موقع تواصل إجتماعي الفيسبوك عم يوجه الرسالة وشكر للعقيد عمر السومة بدفع مستحقات اللاعبين وكان المبلغ 13.500.000 ليرة سورية كل التوفي إن شاء الله هنا نادي الفتوى لجميع الأندية السورية بالانتقال هلا لأخبار نادي أهل جدة السعودي اتفقت إدارة نادي أهل السعودي مع المدرب الصربي فلادان مليوفيتش على برنامج عودة فريق للتدريبات الجماعية عبر الاتصال المرئي وعقد محمد الحارثي المدير التنفيذي لإدارة كرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا بالجهاز الإداري وبإشراف الأمير منصور من مشعل المشرف العام على كرة القدم وتم التنصيق مع المدرب الفريق الصربي على برنامج عودة الفريق للتدريبات الجماعية وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتعقيم وتنظيف كافة مرافق النادي وذلك من أجل تأمين السلامة لكافة المنسوبين وأضاف أيضا أن اجتماعات كانت مستمرة مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية عبر تطبيقات الاتصال المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك للوقوف على كافة الاحتياجات الفريق ومتابعة برامج اللاعبين المحليين والأجانب بالإضافة لوضع برنامج تدريبي الذي سيطبقه بعد قرار استئناف المصابقة المحلية والخارجية كل التوفيء إن شاء الله لنادي الأهل السعودي للمحترف عمر السومة بالانتقال لأخبار نادي الزعيم نادي الهلال السعودي والمحترف واللاعب عمر خريبين حدد نادي الأهل السعودي متصدر دول السعودي للمحترفين نهاية الشهر الجاري موعدا لعودة تدريبات الجماعية للفريق الكروي وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفريق الكروي الأول سيبدأون فحوصاتهم الطبية خلال الأيام المقبلة استعدادا لاستكمال الموسم الرياضي بعد توقفه بسبب جائحة كورونا وقال الجهاز الفني للهلال بقيادة مدرب لوشيسكو نهاية حزيران أشجاري موعدا مبدئيا لاستئناف التدريبات بعد اكتمال عودة لاعبي الفريق إلى مدينة الرياض وتواصل إدارة الهلال الإجراءات عودة أعضاء الفريق المتواجدين خارج المملكة إلى مدينة الرياض بالتنصيق مع الجهاز المختصة وينتظر أن يقيم الفريق الكروي معسكرا إعداديا في محافظة الطائف خلال شهر يوليو أي تموز المقبل استعدادا لاستئناف المنافسة الرياضية بالانتقال للملف الأهم بهذا الفيديو هو وضع اللاعب أمر خريبين بصفوف نادي الهلال جميع التقارير الصحفية عبر المواقع الرياضية السعودية المختصة وعبر البيانات الرسمية الصادرة عن نادي الهلال أنا دائما بأكد عن موضوع أخبار الرسمية المصادر الرسمية بالأخبار بناء على طلب المدرب الروماني راسفان لوشسكو إدارة الهلال عم تفكر باستقطاب عدة محترفين أجانب بمركز الوسط طبعا بديلا عن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو بعد وصول لطريق مسدود بين إدارة النادي واللاعب وطبعا الوصول لطريق مسدود مع اللاعب بسبب الأمور المادية والمبالغ المادية اللي عم يطلبها اللاعب وسبب توقف الأنشطة الرياضية عم يعاني نادي الهلال من أزمة مالية وجميع أنديات العالم عم تعاني من هذه الأزمات فرفضت إدارة نادي الهلال تجديد لللاعب واللاعب عينتهي عقده وينتقل لأي نادي آخر وكانت بعض الأخبار عم تشير اقتراب نادي الأهلة من التعاقد مع اللاعب إدواردو والشيء الإيجابي لكان بهذا الموضوع هو تمسك إدارة نادي الهلال بالمحترفين والأجانب الموجودين بالنادي ومن ضمنه اللاعب عمر خريبين واللاعب الكولومبي كويلار أما بالنسبة لللاعب إدواردو قضى ضمن صفوف نادي الهلال لحوة أربعة عوام وحقق العديد من البطولات والأرقام المميزة داخل صفوف نادي الزعيم وزعيم آسيا نادي الهلال إن شاء الله كل التوفيق مرافق لللاعب والنجم عمر خريبين وإن شاء الله العودة للمستوى يلي كان والأفضل وتشجيل الأهداف والعودة للتقلق بصفوف نادي الهلال مع قميس المنتخب السوري بالانتقال لآخر خبر ضمن منافسات دور السعودي للمحترفين أخبار اللاعب والمحترف والمايسر والفنان جهاد الهسين عم تذكر عدة مواقع الرياضية السعودية متخصصة تمسك إدارة نادي الرائد بوجود المحترفين والأجانب ضمن صفوف النادي وتجديد العقود اللاعبين يلي انتهت عقودهم مع النادي ومن ضمن المحترفين واللاعبين الفنان جهاد الهسين خصيصا أنه نادي الرائد خلال هذا الموسم عم يقدم نتائج جيدة لجيدة جدا وعنده حظوظ بخطف إحدى بطاقات التأهل للبطول الآسيوي كل التوفيق إن شاء الله لللاعب جهاد الهسين وعند بعض الإحصائيات ذكرت الإحصائيات الرسمية للدور السعودي للمحترفين أن اللاعب والفنان جهاد الهسين أكثر اللاعبين تمريراً للكرات الحاسمة في الدور السعودي لآخر عشر مواسم طبعاً برقم خمسين تمريراً حاسمة لللاعب والفنان جهاد الهسين بالانتقال للتصريحات الرسمية لللاعب السوري لاعب نادي هيريكلاس الهولندي اللاعب محمد عثمان مثل ما كلياتنا منعرف أنه عقد اللاعب محمد عثمان انتهى مع نادي هيريكلاس الهولندي ومن خلال تصريحاته للصفحة الرسمية لموقع اللاعبين السوريين المحترفين عم يصرح بعدة تصريحات هامة وعم يحدد وجهة اللاعب المقبلة من خلال تعاقد مع أحد الأندية الخليجية هلأ أنا بدي أذكر البوست الرسمي اللي نزل من خلال الصفحة وضعنا عدد من الأندية ضمن قائمة الانتظار وهذه الأندية من الخليج عندما كان النادي هيريكلاس الهولندي ما زال يحاول تمديد عقد الشهر الماضي كان بإمكاني التوقيع في آسيا لكن أنا ومدير أعمالي فظلنا التمهل العرض يجب أن يكون جيد من الناحية الفنية الرياضية والمادية بالخليج يمكنني الذهاب بسهولة أنا لاعب أوروبي هولندي تأسيسا واحترافا ودولي سوري يروني كلاعب مثالي بالنسبة لهم لكن أوقفنا المفاوضات هذه الأندية والأولوية لأوروبا حاليا عمري 26 عاما أتطور كثيرا وأعلم أنني أستطيع التقديم الأفضل قدمت مستوى جيد جدا مع نادي هيريكلاس الهولندي وأريد اتخاذ الخطوة الثانية في هولندا أو في أي مكان آخر في أوروبا يجب علينا الانتظار وحتى الآن غير واضح وضع الدوريات وصوق الانتقالات في جميع البلدان كل التوفيق إن شاء الله لللاعب محمد عثمان بالانتقال لأخبار اللاعبين بالدورة القطرة عم تنهي أندي دورة نجوم قطر لكرة القدم المرحلة الأولى من فحوصات فيروس كورونا كل البروتوكول المعتمد من رابطة المسابقة في إطار خطة للعودة للتدريبات استعدادا لإستئناف منافسات الموسم عم نشاهد وعم نتابع الصور الخاصة لللاعب محمود المواس خلال إجراء المسحر للتأكد من سلامة جميع اللاعبين قبل استئناف الدورة نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله واللاعب والفنان أسامة أومري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على انستجرام عم ينشر صور لإلو وعم ينشر فيديوهات خلال التدريبات الخاصة لللاعب وإن شاء الله العودة الأقوى بتكون لللاعب بعد الشفاء من الإصابة الأخيرة اللي كانت بقطاع بالرباط الصليبة خلال مشاركته الأولى ما نادي بعد الانتقال من نادي الوحدي والتجربة الاحترافية الثانية لللاعب بقطر كل التوفيق إن شاء الله لللاعب أسامة أومري ولمحمود المواس والعودة الأفضل والأقوى والتألق الدائم لللاعب أسامة أومري وأخيرا بهذا الفيديو تصنيفه انتخبنا السورة لتصنيف الفيفا الصادر بهذا الشهر وانتخبنا السورة عم يحافظ على ترتيبه 79 عالميا والعاشر آسيويا والتاسع عربيا كل التوفيق إن شاء الله لجميع اللاعبين السوريين ومنتخبنا السورة حبينا نجمع جميع الأخبار اللي صالت خلال آخر فترة بفيديو واحد ومتمنى منكم أصدقائي دائما تشاركونا رأيكم أسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات حتى نحنا نتابع ونشاهد تعليقات المتابعين ورأيهم حول الأخبار والفيديوهات اللي نحنا عم نرفعها على القناة لا تنسونا من الاشتراك وخيار الجرس واختيار كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد ومتابعات حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام واندماننا مجموعاتنا عبر تطبيق الواتس أب حتى يوصلكم كل جديد وشكرا نلقا